توقع الحكومات في العراق اتفاقيات لاستيراد الغاز من إيران يقتل ببطء الغاز المحروق المصاحب لاستخراج النفط من هذه الحقول سكان محافظة البصرة تقرير بريطاني جديد صادر على الموقع جيوغرافيكال دق ناقوس الخطري من تبعات ارتفاع نسب تلوث الهواء لمستويات قياسية لا سيما في قضاء الزبير الذي يضم أكبر حقول النفط في المحافظة أمراض مميتة تهاجم جهاز التنفسي وأخرى سرطانية باتت تفتك بالسكان الزبير بفعل التلوث البيئي وبحسب التقرير البريطاني فأن مقدار الغاز المحروق في البصرة تجاوز كمية الغاز المحروق في كل من السعودية والصين وكندا والهند مجتمعة وهو ما يفسر تسجيل ألفي حالة إصابة بالسرطاني سنويا في المحافظة على الأقل أنا فاقد أبني من وراء الأمراض السرطاني برأتي وناشدنا كل الدولة وكل المسؤولين اللي موجودين بالعراق من المحافظة لما وصلت رأسة الدولة يهو اللي يجي وأهل البيئة اللي ياخذون تلوث البيئة يقول مية بالمية الأمراض موجودة من وراء هذا النار وما أشوف أي حال وعلى الرغم من أن القوانين في العراق تمنع حرق الغاز ضمن مسافة عشرة كيلومترات من الأبنية السكنية إلا أن هذه القوانين تم تجاهلها على نحو كبير من قبل المسؤولين وفقا للموقع البريطاني كما أن الغرامات التي فرضت على بعض الشركات كشركة بريتش بيتروليوم وشركة لوك أويل بسبب سوء تصريف المخلفات النفطية لم تسددها هذه الشركات بحسب وزارة البيئة فهذه الشركات كما تؤكد الوزارة لا تدفع أي تعويض للذين يتعرضون لأمراض خطيرة ولم تتخذ إجراءات من شأنها أن تخفض مستويات التلوث في العراق على النقيض مما قد تفعله في بقية البلدان ووسط هذه المعادلة المركبة يبقى سكان البصرة ضحية جشعي شركات النفط والتلوث القاتل والفشل الحكومي في تحويل الغاز لمصدر طاقة بدلاً من وحش خفي يفتك بسكان إحدى أغنى المناطق بالثروات الطبيعية اشتركوا في القناة